وزارة التربية الوطنية تقرر تخصيص إعانات مالية استثنائية للمؤسسات التربوية المفلسة قصد مساعدتها على تخطي أزمتها المالية إذ طلبت من المديريها الولائيين ضرورة الحرص على استعمال هذه الاعتمادات حسب الأولوية بدءا بتزدد فواطير الغاز تزامنا مع فصل الشتاء مفترض أن تنعكس مباشرة ويلمس التلميذ آثارها في حياتي لكن إذا نظرنا من زاوية أخرى تسديد بعض الدول المتعلقة بالكهرباء والما إلى غير ذلك فنحن سنظل ندخل في دوامة أن سوء تسيير أو إخفاق في جانب معينة وتظل الدولة تساعد هذه المؤسسات وبالتالي للتلميذ يلمس مباشرة هذه الأشياء جمعية أولياء التلميذ ثمنت هذه الإعانات كونها تصب في تحسين ظروف التمدرس كما طالبت الجمعية بتوجيه هذه الأموال إلى صيانة أنابيب الغاز التي تشكل خطرا على المتمدرسين على أن توجه هذه الإعانات في مكانها فيما يتعلق بجزئيتين أساسيتين الأولى تتعلق بالأشياء التي توفر راحة لأبناء التلميذ وأخص بالذكر صيانة أجهزة التدفئة خاصة في فصل الشتاء وحمايتهم من أي مخاطر للغاز ما يتعلق بصيانة بعض المعدات البداغوجية رغم الأموال التي رصدتها الحكومة لتسيير المؤسسات التربوية تعاني العديد من المدارس نقصا كبيرا في التجهيزات التي تؤثر على التحصيل العلمي للتلميذ موسيقى